للفساد في العراق صولات وجولات فلا تخلو مؤسسة من مؤسسات الدولة من ملفات فساد بالمليارات يتورط بها مسؤول تلك المؤسسة إلا أن الفساد داخل ميليشيات الحج يأخذ أبعادا أشد قتامة إذ يقترن الفساد بتغول السلاح الميليشيوي ويصبح الفاسد محميا بقوة سلاحه أحدث الاتهامات بفساد ميليشيات الحج جاءت على لسان زعيم ميليشيا الكتائب شبل الزيدي الذي أكد أن عدوى الفساد انتقلت من الجيش الحكومي إلى هيئة ميليشيا الحج وهي اتهامات تؤكدها أحداث كثيرة شهدتها السنوات القليلة الماضية إذ كشفت وثيقة مسربة من وزارة المالية في عام 2019 عن أن قيادة ميليشيات الحج سرقت ثلث المخصصات المالية لرواتب مسلحي الميليشيات في العام الذي سبقه وهي العملية التي أعقبها اغتيال المسؤول المالي لميليشيات الحج قاسم الزبيدي بعد كشفه عن حجم السرقات من رواتب أفراد الميليشيات من جانب قياداتهم ليس ذلك آخر المطاف في سجل السرقات داخل ميليشيا الحج فالمسلحون الوهميون أو ما يسميه العراقيون الفضائيين باتوا أمرا معروفا إذ يضاف إلى سجلات المسلحين أعداد كبيرة من الأسماء الوهمية ثم تصرف لهم رواتب من الدولة من دون وجود لهم على أرض الواقع ولأصبح ذلك أحد الأبواب الواسعة للفساد في العراق ولا أدل على عمق الأزمة في العراق بسبب اقتران الفساد بالسلاح ما حصل قبل أشهر إذا فرجت السلطات عن القياده بميليشيات الحج قاسم مصلح بعد ضغوط وتهديدات للميليشيات مع اتهامه بقضايا فساد بل سعت الأذرع البرلمانية للميليشيات إلى الإطاحة برئيس اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد التي نفذت الاعتقال وما يكشف قدرا هائلا من المخاطر التي باتت تهدد بتقويض أسس الدولة في العراق